بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب صلاة الجماعة والإمامة وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يأم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار واتفق عليه وأقلها إمام ومأموم وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة رواه أهل السنن وعن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وأيذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وأيذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وأيذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وأيذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون رواه أبو داود وأصله في الصحيحين وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول وأن تصف النساء خلف الرجال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر